أما فيه ما يتعلق بترشيد النفقات العمومية وتحسين تسيير المال العام فإن الحكومة ستقوم قبل نهاية السنة برقمنة الصفقات العمومية التي باتت تعتبر من أولويات الحكومة وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للصفقات العمومية إذ تكتسي هذه العملية أهمية بالغة في مجال تحسين الشفافية وأداء الإنفاق العام إن هذا التوجه نحو رقمنة إجراءات الصفقات العمومية مكرس في المشروع التمهيد للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لأحكام المادة 139 فقر 10 من دستور 2020 وتحقيقا لهذه الغاية سيتم معرض مشروع هذا القانون على المجلس الشعبي الوطني الموقر في أقرب الأجال ترجمة نانسي قنقر